جاءت جملة جاءت جملة من الروايات المعتبرة الصحيحة الصريحة المجمع عليها بين المسلمين ان النبي صلى الله عليه وآله اوصى ان ينقل الحديث ماذا ان يحفظ الحديث وينقل كما هو وهذه من الاحاديث كما ذكرت لكم اعزائل احاديث صريحة صحيحة وماذا ومجمع عليها بين المسلمين ان النبي صلى الله عليه وآله كان يؤكد على انه لا بد ان ينقل حديث ماذا ينقل حديثي بالفاظه لا ان ينقل حديثه بما تفهمون اين هذه الروايات فقط انا اشيره الى المصادر الى اعزائي ان شاء الله بعد ذلك هم يراجعون الرواية الاولى اعزائي وارد في صحيح البهبودي الرواية معتبرة سندا انا انقلها مننا صحيح البهبودي المجلد الاول صفحة اعزائي المجلد الاول صفحة تسعة واربعين رقم الحديث مية واربعة واربعين باب ما امر النبي صلى الله عليه وآله بالنصيحة لأئمة المسلمين واللزوم لجماعتهم الرواية عن ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله الصادق ان رسول الله صلى الله عليه وآله خطب الناس في مسجد الخيف فقال نظر الله عبدا سامع مقالتي فوعاها وحافظها مو فقط يعيها ثم ينقلها ماذا ثم ينقلها بالمعنى لا لا يحفظ المقالة يحفظ المقالة يعني شو ها يحفظ مقالتي يعني ماذا يعني يحفظ الفاضي وإلا اذا لم يكن المراد ذلك اي مقصود كان يؤدها بأي معنى من المعاني لا محذو حافظ سمع مقالتي فوعاها وحافظها وبلغها من لم يسمعها هذا الذي سمعه مني ماذا بلغه من لم يسمعها لماذا اعزائي لماذا شوفوا النبي صلى الله عليه وآله في هذه الرواية المعتبرة اللي قلت لكم مجمع عليها وواضح وصريح اعزائي لماذا لأن في الفاضي وفي مقالي وفي كلامي امور لعل الناقل لها لم يفهمها وإنما يفهمها من ها من يأتي بعد اذا قلنا بانه ينقلها بفهمه لا فهمها لماذا فلهذا يقول فرب حامل فقه غير فقيه اذا كان غير فقيه هل يؤدي المعنى كما ينبغي او لا يؤدي اعزائي لا يؤدي فيضيع ماذا فيضيع كل كل ما اراده رسول الله فرب حامل فقه غير فقيه عند ذلك بعد لا فرق بين ان يكون الحامل عالما وبين ان يكون ماذا جاهل لا فرق لماذا لانه ينقل الالفاظ مو مهم انه شيء اخر ورب حامل فقه ها حتى لو كان عالم ولكن يوجد ماذا من هو اعلم من يأخذ من هذا الحديث ما لم يأخذ ماذا ما لم يأخذه الراوي له وان لا بينكم وبين الله اذا نقل الراوي المضمون والمعنى كيف اكون اعلم من انا لا اكون اعلم من انا اكون ماذا اكون اما بقدره واما ادنى من له انا دا انقل هذا الذي فهمه هو فرب حامل فقه الى ورب حامل فقه الى من هو افقه من هاي الرواية اعزائي في الكافي اعزائي في هذا الباب موجودة والرواية كما قلت لكم موجودة ايضا في معجم الاحاديث المعتبر الشيخ اصف محسن اعزائي شيخ اصف محسن ايضا اشار الى هذه الرواية الاخوة بامكانهم ان يرجعوا اليها الجزء الاول الجزء الاول صفحة ثمانية وثمانين رقم الحديث خمسة اعزائي قال خطب في قال سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها من لم يسمعها يقول ورواه الصدوق في خصاله و الى غير ذلك الرواية مولانا في عدة مصادر وارد عندنا والبحار ايضا نخل الرواية وعبر عنها تعبير اخر التفتوا جيدة في البحار الرواية وارد في المجلد الثاني الصفحة مية وثمانية واربعين اعزائي الرواية اعزائي وارد عن ابي خالد القماط عن ابي عبدالله كان من ابي يعفور هنا ماذا عن القماط قال خطب رسول الله يوم منا فقال نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها وبلغها من لم يسمعها الى ان يقول التفتوا جيدا يقول وقوله ان ينبغي ان وقوله فكم من حامل فقه بهذه الرواية انسب ان ينبغي ان ينقل اللفظة فرب حامل رواية لا لم يعرف معناها اصلا ورب حامل رواية يعرف بعض معناها وينقلها الى من هو اعرف بمعناها منه اذا كاملا يفهم من هذه الرواية ماذا ان المراد الرسول صلى الله عليه وآله نقل الرواية باللافظ لا نقل الرواية بالمعنى ولهذا يقول وفي بعض الروايات اللي لابد ان نعرف سنتها تام لو متام وفي بعض الروايات فاداها كما سمعها وان كان هذا المقطع حتى لو لم يكن في الرواية هو اساسا نفسه انه حفظها يؤدي هذا المعنى ولكن اذا كانت هذه الجملة موجودة بعد ماذا نور على نور تأكيد على تأكيد فاداها كما سمعها اما بعدم التغيير اصلا اذا بعد انا لا اعلم هذه الجملة الثانية من اين جهها او بعدم التغيير المخل بالمعنى بينكم وبين الله فاداها كما سمعها يخرج منها عدم التغيير المخل بالمعنى المهم هذا فهم العلام المجلسي وهو حجة عليه اعزائي هذه الرواية اعزائي عندما نأتي اعزائي نجدها في البحار طبعا الرواية ايضا في البحار بهذا السند ايضا معتبرة ايضا معتبرة لانه الرواية الاولى اللي نقلناها للاعزة في صفحة تسعة واربعين يعني من من صحيح شسمه الرواية عن ابن ابي يعفور عن ابي عبد الله ولكن هاي الرواية التي قرأناها ماذا هاي الرواية التي قرأناها الثاني عن من كانت بل ايه القماط عن منصور ابن يونس عن ابي خالد القماط عن ابي عبد الله نجد بانه في مشرعة البحار الجزء الاول صفحة ستة وسبعين ايضا شيخ اصف محسني ايضا يقول الرواية ماذا يعني كم طريق معتبر عندنا لهذه الرواية اشتركوا في القناة